السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله بهذه الكريمة اللي كنت حضرت لكم فيديو السابق سوف ندر بها التراميسو بقوا معي باش تعرفوا هاد المقادير انا التراميسو يعني غادي المشي بماسكاربون انا غان ندخل فيه شي تقنية جدا وانتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم كنحتاجوا البيسكويت اي بيسكويت عندكم كنحتاجوا الدافي مع علقة صغيرة ديال قهوة سريعة الدوابان كنحتاجوا الكريمة الحلواني او كريم باتي سيار كنحتاجوا الكوكوس وكنحتاجوا الكريمة اللي كنت حضرت من قبل وهنايا غادي نزيد على ذاك الكريمة غادي نزيد عليها جوج قطع ديال الجوب الفرماج ده بغا نخلطهم مع بعضياتهم ونطربهم بعد ان شاء الله نطلقوا بقوا معي كنحتاجوا الكريمة اختيت الجبن ديالي وطربتهم زيان حتى حصلت عليها الكريمة ده بغا نضيف ليها هذيك الكريمة اللي كنت حضرت يبقى بيض البيض والسكر غلاسي والحامض هنطربهم مع بعضياتهم باش يعطيوني واحد ملمس يعني بالكريمة والجبن ان شاء الله نطلقوا بقوا معي اختيت الجبن بعد ما اضربت الكريمة ديالي ده بغا ناخد البيسكويت ده بغا ناخد البيسكويت ديالي وغا نعمله هنا في هذي المامعة نسكافي وغا نحطو في الكيسان هدا غا تشرب الماداق ديالي قهوة سريع الدوابان وكتستفوف يعني في الكيسان ديالكم كنعملو شوية من هاد الكريمة كريمة 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 كنعمل مناتها هي شوية تنقان ستمر مقاعو تاني وحتى كان سالي البيسكوي ديالي كتبقو تزينو حتى تساليو الكسان ديالكم وكتعملو عوتاني الكريمة هذا يعني يصير بسيط يعني في المتناول ترميسو ديالنا البسيط ويعني في المتناول وحضرتوا باديك الكريمة اللي كنت سبق لي وحضرتها الزين كيبقى اختياري انا هذا زينته بكاكاو وعملت واحد الطرف ديال البيسكوي من الفوق هذا خليته يعني ها كاكو ودرت ليها ودرت ليها شوية ديال يعني البيسكوي يعني مهرمش انتمنى ان شاء الله تجربوه وتردو علي الخبار وتجربو هاد الكريمة اللي كنت قلت هاليكم وانتمنى تجربوه وتحضروه وتردو علي الخبار ودعموني في القناة ديالي قناة امت الله للطبخ مرحبا بكم ما تنسوش تجيل باش ان شاء الله ندير لكم وصفات ونقلب لكم ان شاء الله على وصفات جداد ويكونوا في متناول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته والسلام عليكم